السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنصور تزقي الزغلول او زغاطة الزغليل هنستخدم السرنجة دي السرنجة دي خمسين سنتي او ستين يعني هي دي ستين سنتي الموجود يعني خمسين او ستين الاثنين اهي السرنجة اهي تمنها في السيدلية خمسة جنيه الخمسين سنتي وستة جنيه الستين سنتي على حسب السيدلية اهي السرنجة بدل ما نشتري الزغاطة اللي بخمسة وتلاتين او باربعين انا بستخدم دي دي السرنجة دي دي بتستخدم للزغليل الكبيرة او يعني عمره اسبوع بتنفع اقل من كده بيبقى فيه طريقة تانية هنبقى نورها لكم في فيديوهات تانية دي الزغاطة وده الغطاء بتاعها لما بنخلص نغطيها تانية علشان ده ما تفتحه ما تتسدش هنجيب بس نستخدم العلف الناعم بتاع الفراخ نوعية التسمين اللي هو ده مثلا مكيال زي ده كباية زي دي حطها في علبة كبيرة لان بنضيف عليها مية كتير علبة زي دي نضيف عليها اثنين مكيال مية نضيف المية نضيف المية على واحد اثنين 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 مكيال مية اه واحد علف على اثنين مكيال مية ونسيبهم حوالي ربع ساعة لحد ما يتخمرهم ويبوشوا تمام التمام وتكون زي الشاي بلبن تكون نعمة جدا ونقلبها كويس ولحد ما ما تخمر نسيبها ربع ساعة ونرجع لكم تاني نوريكم نزغط الزغلول رجعنا لكم تاني نكمل تصغيط الزغليل بعد العلف ما خمرنا العلف حوالي ربع ساعة بقى تماما هو بس انا هنضيف عليه نقطتين من الدوا ده نقطتين بس الدوا ده فيه يعتبر كل الفيتامينات واحسن حاجة وقت التريش في الحمام لكن هو طعمه مش حلوه ولو ريحة مش حلوة فلو حطناه في المية للحمام الكبير ما بيرداش يشرب المية فاحنا هنحط نقطتين على الكمية نقطتين اهو هو سميك فمش هيكب كتير هينزل نقطتين مش عارف باين كده اهو بس كفاية كده نقطتين ونقلب تاني كويس جدا نقلب الخلطة بتاعة العلف اهو نقلب نقلب تمام تمام وادي الزغلول حوالي يعني مثلا 8 ايام 9 ايام عمره نبدأ به اهو نسحب نسحب تمام وادي الزغلول تخش كل ده واهو مرة واحدة تمام تمام نجيب زغلول تاني نسحب اول وبعدين نجيب زغلول اكبر اهو سحبنا اهو زغلول تاني اكبر اهو نجيب كده اهو عشان يكون ماضح اهو اهو ندخل السن اهو تمام نجيب نجرب كمان واحد تاني اهو نسحب نقلب كويس نسحب نسحب نسحبنا نجيب زغلول كمان نسحب نسحب ثم نظر نسحب 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 ذوي كمان عمره اقالي. نصحة الاول. تاني اهو. تمام شبعة خالصة اهو. وكده وفرنا الزغاطة اللي هي مكلفة خمسة وتلاتين او باربعين. وده علف بيسمن كويس جدا. زائد الفيتامين اللي محطوط عليه اللي هو بتاع الريش ده. زائد انا ممكن نحط عليه فلاجل. لكن الفلاجل اللي هنعمله في مرة تانية له فوقت تانية هنعمله لكم فيديو تاني. اه اعملوا اشتراك في القناة. علشان تشوفهم بقية الفيديوهات اللي هيكون فعل في لاجل. ونعمل الزغاطة للزغليل من عمر يوم اللي ممكن تكون امها سابتها لأي سبب من الاسباب. لها طريقة تانية نورها لكم في فيديوهات قادمة باذن الله. شكرا.